السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام كل باسماني تعبير عن صحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار اختيار الأخيار والابتعاد عن الأشرار الصديق هو رفيق الضرب والسند والعون في هذه الحياة ولكن مثلما هناك أصدقاء أخيار يأخذونك للطريق السليم هناك أصدقاء وصحبة أشرار يأخذونك أو يأخذون الصديق إلى طريق آخره الهلاك ودمار النفس مقدمة أترك براكم ديس المقدمة دع نقطة في النهاية العرض هنتكلم عن أهمية صحبة الأخيار بالشواهد وبأقوال وشواهد صحبة الأخيار هي مصباح ينير طريق الخير فالصحبة الصالحة الخيرة هم الأصدقاء الذين يذكرونك بالله ويحفظون الأسرار وتجدهم بجانبك قادرين على جعلك تتجاوز المحن والصعاب يشاركونك في الأحزان والأفراح يصنعون معك أروع وأجمل وأفضل الذكريات ينصحونك ويرشدونك دائما ويتصفون بالوفاء والإخلاص والصدق والأمانة ويقول الله عز وجل لخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوه إلا المتقين ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد ولذلك ينبغي علينا اختيار الأصدقاء الأوفياء والابتعاد عن الأشرار الذين لا يتمنون لك الخير وأخلاقهم سيئة فلا صاحب خلق سيء نافع ودائما يشجعونك على فعل منكرات ولا يقفون معك في وقت الشدة وفي الأخير أقول الصحبة للأخيار من دون الأشرار ويقول الشاعر إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصاحب الأرض فترضى مع الردي إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم يعني أفضلهم ولا تصاحب الأرض فترضى مع الردي موضوع عن الصحبة للأخيار من دون الأشرار أو اختيار الأصدقاء للأخيار والابتعاد عن الأشرار مقدمة وعرض وخاتمة مقدمة وعرض في الأخير الخاتمة شكرا جزيلا وإلى اللقاء